أولغت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف في جلسة الأمس لتنهي سلسلة مكاسب دامت عدة جلسات قبيل ندوة جاكسون هول الاقتصادية المقرر أن تنطلق غدا الخميس وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة بعد ارتفاع استمر عدة جلسات انتأشت خلالها سوق الأسهم من عمليات بيع حادة مدفوعة بمخاوف الركود ومن المقرر أن يجتمع ممثل البنوك المركزية في أنحاء العالم في جاكسون هول في الولايات المتحدة لحضور ندوة اقتصادية سنوية ستشهد كلمة لجيرون باول رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي